من المرتقب عدم العودة إلى التوقيت القدم واستمرار العمل بالتوقيت الصيفي الحالي المعمول به طيلة فصول السنة تفديا لكثرة التغييرات التي يتم إجراؤها سيعقيد المجلس الحكومي اجتماعا استثنائيا لتدارس مشروع مرسوم يتعلق بالساعات القانونية كاميرا أنوار بريس انتقلت للشارع المغربي ورصدت آراء المواطنين لكم الكلمة رأيي في هذه الساعة أخويا بأن تسعر كرفصاتنا مزيان وكرفصات توليداتنا واش الدريدة باتي خرج مع اللي في الدلمة باش تتفيقوا في الصباح تتفيقوا مع الستاق باش يش الترانسبور مع السباح ستا هي الخمسة وتغفر الفجر ما بقناش القادر وقعنا نصلي الفجر في الجامعة باش يساديت مع السباح يشتك السباح يلا جيت فطر تبشي بحالك الخدمة خبصاتنا مزيان وأحسن هاجي رجعوا لنا الساعة ديان على طيل طول العام أخوات الساعة هذه كما كتشوغ مخداماش أخويا إنسان كيف يقفى الدلمة وكان سهلوا الخدمة كارجعوا في الدلمة أخوات الساعة هذه راما خداماش أخويا لجيسي تشوف راما خداماش أصحابي من الأحسن يحيدوا هاقع ما خداماش خداما الموظفين وخداماش البناديم اللي يخدام هنا في الشنطية والأكداء بالنسبة لنا نحن را كان في قفى الدلمة وكان سهلوا خرجوا على وطاني كان خرجوا في الدلمة أنا هذه المسألة التي لا متافقش معكم فهمتين هذه مدة أنا كنا نحس بإنسان دماغ ديالكي تفورماطة فهمتين ودواه وقعا نسبة الموظفة لكي أكثر نسبة الموظفة نسبة الموظفة نحن موسكين والخاص دماما ما كتوصل الإنسان لوقت ديال العمال فهمتين بالليل تعرف ما كنت نخرج الصباح الصباح بالليل بدر كتصن الفجار كتخرج لك الساعة والوقت رأت عارفك الساعة الساعة مش سهلة باش إنسان تحيد الإنسان رحض الله ضدها فما زال الصيف كما كانت دابة الصيف تكون وفي الشماء تكونت مزيانة ولكن في السفارس ميلا تكون صعيبة علينا نحن كان خرجوا للسبعارة صعيبة اللهم أقع حسن ينقصوها وسبقا حسن تبقى من قوسة أنا معالي نقصوها يحيدوها بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر